اسبوع يلي الآخر ومهلة تلو المهلة ولا تزال أزمة رئاسة الحكومة في العراق تراوح مكانها بل تنحدر نحو الأسوأ فهذا عدنان الزرفي الذي كلفه رئيس الحكومة صار عنوان صراع الأحزاب الجديد بين رافض ومؤيد الخلافات غير المسبوقة بين المعسكرين المنتميين للبيت الشيعي بوصف الشركاء العملية السياسية وجدت الخلافات بينهم فرصة للاتساع أكثر فالرافض للتكليف هو تحالف الفتح الذي يمثل الميليشيات في البرلمان لم يفلح بإقناع كتلة سائرون والنصر بالقبول بطرح اسم آخر غير الزرفي ودفع الأخير للاعتذار كما أن الرمادية لا تزال طاغية على موقف عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة تحالف الفتح المقرب من إيران يرفض الزرفي لكونه محسوبا ولو نسبيا على الموالين لواشنطن وهذا ما دفع عدنان الزرفي لفتح اتصالات مباشرة مع الإيرانيين بحسب مصادر مطلعة المصادر قالت أن أهم الرافضين لتكليف الزرف في إيران هو الحرس الثوري وهذا ما يفسر الرفض القاطع للرجل من قبل تحالف الفتح غير أن المرشح لرئاسة الحكومة حاول بحسب المصادر تطمين الإيرانيين بتبديد شائعات ومعلومات مغلوطة حول كونه محسوبا على المحور الأمريكي أو يحمل توجها متحاملا على إيران التحرك باتجاه طهران رافقه تحرك باتجاه أدواتها فقد تحدث نواب في البرلمان عن محاولات الزرفي استمالة نور المالكي باعتبار الأول عضوا بحزب الدعوة قبل أن يشق عنه لضمان تفتيت معسكر الخصوم والفوز برئاسة الوزراء خصوصا أن تحالف النص بزعمة حيدر لعبادي وصف الأنباء عن تداول أسماء غير الزرفي بأنها خلط الأوراق وتحركات غير دستورية فما بعد تكليف رئيس الجمهورية سوى تقديم التشكيلة الوزارية للبرلمان وبصرف النظر عن حقيقة التحكم الإيراني بكل المشهد في العراق ساسة وأحزابا فإن أزمة تشكيل الحكومة كشفت تعمق الصراع بين شركاء الأمس حتى بدوا وكأنهم أعداء لا شيء إلا اختلاف على الغنيمة وكعكة المناصب في عراق كان يوصف يوما بقبلة العلم والمعرفة ومنارة القانون والدولة والثروة والثورة